اشتركوا في القناة ونخلي العامل اللي قاعد قدام المعدة كله تركيز كامل وحب بينه وبين هذه المعدة عشان يقدر يسمع القانين بتاعها ويقوم بإصلاحها في اللحظة الأولى اللي ما تخلنيش أصل إلى خسائر كبيرة بالتأكيد هذا المفهوم كلنا بنسعى إليه إحنا نبقى في منتهى السعادة لما كل مصرعنا وكل رجال أعمالنا النهاردة أرباحهم تتدفع وإنتاجهم يزيد لأن بالتأكيد ده هيعود على الدولة المصرية وده اللي احنا بنهدف وفي نفس الوقت العمال اللي كلنا بنرعاهم النهاردة بالتأكيد ده برضو هيكون ليه مرضود إيجابي عليه أنا اسمحولي أن أنا أتقدم بكل الشكر بداية لأستاذ محمد فريد خميس على المبادرة الأولى اللي لما طرحتها عليها اللي فورا نمضي بعد ما مضينا مع محمد بيه فوجئت أن كل مناطق الصناعية ابتدت تطلب أنها توقع الانتفاقية ولقيت أنا ما بعدتش لحد خالص لقيت اسماعيلية جاهزة وبتكلمني اسكندرية جاهزة وبتكلمني طبعا الشرقية جاهزة وبتكلمني فلقيت أن لزاما علينا أن احنا نحتفي بها لازم في هذه السنة نحتفي ونؤكد على هذه السنة اللي تم سنها الشعب المصري وعمال مصر بالصفة خاصة بقرب حلول عيد الأضحى وطبعا إحنا هذه الأيام يعني بنزوف إلى معظم العاملين في القطاع الخاص بتوقيع الاتفاقيات الخاصة بالعلاوة وإحنا مستمرين في التوقيع لأن في النهاردة توجه من أصحاب الأعمال في معظم المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتوقيع هذه الاتفاقية وإحنا مستمرون في ذلك ويعني أنا زي ما قلت مبارح أنا بيشرفني أن أنا أحضر توقيع عزين اتفاقيات لصالح عمال القطاع الخاص كل سنوى طيبية العاشر مرمضان والشرقية معاني الوزير استأثرت بأكثر من زيارة هل ده ليه مدلول اقتصادي؟ هي عشان هم كانوا مستعدين بس في البداية لكن في مناطق الصناعية تانية بتجهز نفسها وكل المناطق الصناعية إن شاء الله حيبقى فيها توقيع اتفاقيات وإن شاء الله نغطي معظم أو كل المناطق الصناعية في جمهورية مصرعان شكرا معلوزي اشتركوا في القناة